احنا شوفنا كيف نعمل منعدل على البراميتر هلأ في الفنكشن اللي هو ال R بعمل ريد لل الوضع الحالي اللي عنا هلأ حنشغله حنشوف تغير الفريكنسي هاي منغيرها من هون هلأ منشوف التورك اللي هي R30 هلأ 0.25 إذا بزيد التورك من هون بزيد اللود هزيد التورك هلأ لاحظنا زيادته هاي زدنا أكيد هنلاحظ تغير البراميتر الثانية الفريكنسي تغير مع تغير اللود البراميتر الثانية